بعد مفاوضات طويلة ومناكفات سياسية وتعطيل تشكلت حكومة في لبنان بعد انتظار طويل استغرق سنة وشهرا اعتذر فيها رئيسان مكلفان من دون نتيجة وغرق فيها لبنان أكثر في الأزمة الاقتصادية التي تعتبر الأسوأ في تاريخه ووقع رئيس الجمهورية ميشيل عون ورئيس الحكومة المكلف ناجيب ميقاتي مرسومة تشكيل الحكومة الجديدة التي تضم 24 وزيرا برئاسة ميقاتي وجه بعدها ميقاتي كلمة للصحفيين دمعت خلالها عيناه تأثرا وهو يتحدث عن الوضع المعيشي الماسوي الذي واجهه اللبنانيون الوضع صعب الوضع صعب كتير كلنا ايتنا نعرف ولكن مش مستحيل اذا نحن تضمننا كلنا سوى كاللبنانيين نحن اليوم نحط ايدنا بايد بعض انا اليوم مزبوط مع فخامة الرئيس والتعاون معه ألفنا حكومة واخدت وقت لا تتألف ما في شي كامل كمان لله ميقاتي اكد عدم وجود اموال في البلاد لدعم السلع الاساسية واشار الى وجهة الحكومة الجديدة بتطبيق الاصلاحات التي حددها صندوق النقد الدولي لتقديم القروض المالية لها بما في ذلك تسريع اجراءات رفع الدعم عن السلع الحيوية كذلك اشار الى الوعود الحكومية الكثيرة بالاصلاح التي اتعبت المواطنة ولم تحقق له شيئا متعاهدا باجراء الانتخابات النيابية في موعدها المقرر في الربيع المقبل وجاء اعلان تشكيل الحكومة بعد مرور 13 شهرا على لبنان وهو في ظل حكومة تصريف اعمال منذ استقالة حكومة حسان الدياب بعد ايام على تفجير ميناء بيروت في الرابع من شهر اب عام 2020 وشهد البلد منذ ذلك الوقت انهيارا متسارعا على الصعيد الاقتصادي والمعيشي حيث وصل سعر الدولار في بعض المراحل الى 23 الف ليرة وادى ذلك الى تضخم كبير في اسعار السلع بما فيها الادوية والغذاء والوقود ويرى مراقبون ان الثلثة المعطلة في حكومة ميقاتي الى جانب الابتعاد عن شرط المبادرة الفرنسية لحل الازمة في لبنان بتشكيل حكومة من اختصاصيين مستقلين اضافة الى علاقة حكومة ميقاتي بالنظام السوري ستكون من العوامل الاساسية التي ستقود لبنان الى انفراجة او الى مزيدا من الانهيق